السلام عليكم اهلا وسهلا بكم اعزائي المشهدين في الحلقة العاشرة من برنامج اصنع نجاحك بنفسك واليوم حلقة ان شاء الله حتكون مميزة جدا لانها بعنوان الثروة الحقيقية وخليني ابدأ بقول ماكسويل مالك اخواني على فضل هذا بتكلم احد المفكرين طبعا والعباقرة انه يجب ان تجعل من كل فكرة ترد الى ذهنك او كل حقيقة تطلع عليها اجعلها ثروة اجعلها فائدة تعود عليك بالنفع وتثمر من اجلك أخي الفاضل لأنه يوم من الأيام هذه ممكن أنت تنتج ثمارها وتستثمر ثمارها فيما بعد وخلينا أحكي لك أن الأفكار اللي دائماً بترد إلى ذهنك أو الحقاقة اللي أنت بتطلع عليها اتمسك فيها وحاول تترجمها إلى حقيقة لأن أخواني الأفاضل هذه من الأشياء الرائعة اللي ممكن نضيف قيمة لحياتك ويكمل أيضاً ماكسويل مالس عبارته الرائع والتي كم أعجبتني أخواني الأفاضل أنه لا تنظر إلى الأمور بما هي عليه الآن ولكن انظر إلى ما قد تصير عليه في المستقبل يعني اليوم أنت أخي الفاضل ما تنظر إلى وضعك اليوم ما تنظر إلى ظروفك ما تنظر إلى المحيط الخاص بك اليوم أنت يعني خذ الفكرة وابنع عليها في المستقبل أنت اليوم يعني خلي نظرتك دائماً أخي الفاضل على المستقبل ودائماً حسن ودائما حاول أنه أنت الحقائق والأشياء المحيطة فيك وظروف استخدمها لمصلحتك وحاول أنه أنت تبني عليها مستقبل أخي الفاضل ما تنظر إلى نفسك الآن أنت الآن مش بكرة حتكون أنت غير حتكون بكرة بإذن الله تعالى وخلينا نتكلم أخواني الفاضل عن حقيقة مفادة أنه إحنا كل إنسان جواه إنسان عبقري خامل غير نشط لا يتحرك لا يستغل الفرص اللي دائما أمامه ودائما أفكاره هو يهملها ولا يأخذ بها أخواني الفاضل يعني كثير من الأفكار دائما تطرع على أذهاننا ولا نأخذ بهذه الأفكار ونطويها طي النسيان للأسف لو أنت استثمرت هذه الفكرة وترجمتها ممكن هذه تصير إلى مشروع عملاق أو شيء يعني رائع عظيم في حياتك أخي الفاضل ممكن يعني يذهب بك إلى النجاح ونحو القمة وخلينا أحكي لك أنه نعمة العقل اللي وهبنا الله إياها وبين أيدينا هذه في أخي الفاضل 18 بليون خلية هذه يعني تستوعب يعني عدد وكم هائل من الأفكار يعني لا نهائي يعني أنت ممكن انضخ في هذا العقل ملايين من الأفكار اللي ممكن أنت تترجمها إلى يعني أشياء عظيمة هذه أخي الفاضل يعني نعمة العقل لازم إحنا نستثمرها بالشكل الأفضل لأنه هذا ممكن يعود عليك بالنفع وتغيير حياتك وإضافة قيمة إليها ولغيرك ويقال أنه عنده موت رجل مثقف فهذا يعني احتراق مكتبة عظيمة عشان هيك بنقول إخواني الأفاضل لازم تترجم دائما الأفكار والمعلومات اللي دائما في ذهنك إلى أفعال لأنه يخصار عليها أنت يعني أو أنا مثلا حنقضي ستين سبعين سنة وللأسف الأفكار اللي كانت موجودة هنا ما تترجمت إلى واقع وعلى تطبيق عملي عشان هيك أنا بحكي لك أخي الفاضل حاول أنه أنت تترجم علمك وأفكارك يعني وما يخطر على بالك من شغلات عظيمة ورائعة إلى أشياء تطبيقية ونتائج مثمرة يستفيد منها غيرك أخي الفاضل قبل رحيلك وقبل رحيلي وهذا يقود لنا حديث أخواني الأفاضل عن الحديث عن أعظم ثروة أنت بتمتلكها بين يديك هو عقلك هو معرفتك اللي هي موجودة في هذا العقل وهذا الدماغ أخواني الأفاضل حاول أنه أنت تترجم هذه المعرفة وهذه القيمة إلى شيء للناس إلى شيء مثمر إلى نتيجة رائعة تغير في حياتك وتغير في حياتك الكثيرين يعني أخواني الأفاضل إحنا من نمتلك والله معرفة رائعة ومعرفة جميلة وجواتنا أفكار وجوانا خير كبير عبر عنه بأشكال متنوع أخي الفاضل سواء بمحاضرة تعليمية بدورة بتدريب بشيء يعني معرفي بقناة بمثلا أرتكيل يعني موقع مدونة يعني عبر عن معرفتك أخي الفاضل وهذا الكنز العظيم الكنز الدفين وهذه الثروة الحقيقية يعني نسمينا عنوان هذه الحلقة هي بالثروة الحقيقية حاول أنه أنت تترجم هذه الثروة إلى نتائج ملموسة هذا الكنز الدفين الذي بين يديك سوف تحاسب عليه يعني أمام الله عز وجل فعشان هيك بنقول لك يا أخي الكريم بادر أنا بذكرك بذكر نفسي أنه إحنا دائما نستثمر هذا العلم وهذه المعرفة وهذه القيمة إلى خير ينتفع به الناس يعني ويقولنا إلى صلاح البشرية وباني الحديثي في نهاية هذه الحلقة فأنا أخي الفاضل بنصيحة أرى أعتمنى أنه أنت تعمل فيها وأنا أيضا ألتزم بها أنه ابحث ونقب عن ما بداخلك عن ما بعقلك عن الكنز الدفين عن الثروة الحقيقية عن المعرفة اللي هدحة تذهب بعد أنت وفاتك ورحيلك أخي الفاضل حاول أنه أنت تترجم هذه المعرفة إلى أشكال من القيمة يستفيد بها غيرك أخي الفاضل يدعو لك تكون صدقة لك يعني بعد وفاتك ما تكون يعني مثل الرجل الذي ذهب ورحل واحترقت هذه المكتبة العظيمة التي بداخل عقل أخي الفاضل عشان هيك بقول لك أنا استثمر علمك استثمر معالفتك نقب ابحث اكتشف هذا الكنز الدفين وبتمنى يعني تكون الحلقة إن شاء الله استمتعنتم بها وافتكم يعني بشيء من القليل فبشوفكم إن شاء الله في حلقة الغد انتظروني طبعا لا تنسى الاشتراك في هذه القناة وإنك تعمل إعجاب وتشارك هذه الحلقة لغيرك باتمنى لكم رمضان كريم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة